هذا وقد شارك اسمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله في الجلسة الختامية للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين التي اختتمت عمالها يوم أمس في العاصمة الموريتانية نواكشطة وعرب اسمو الشيخ محمد بن مبارك عن عميق الشكر والتقديد لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية والحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة